بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي الله في كلية العلوم قسم الأحياء نهاردة بنتكلم في مقرر الحبليات أو الكورس اللي هو كورداتا وبنتكلم نهاردة في شعيبة الفقريات أو الصفة اللي هو فرتبراتا والحقيقة طبعاً هنتكلم على أول سوبر كلاس فيه اللي هو فوق طائفة الفكيات سموها جناسو استوماتا استوماتا يعني فتحة وجناس استوماتا يبقى زواية الفتحة اللي هي الجناسو استوماتا نقول زواية الفكوك اللي هي الأسماك اللي عندها فتحة والفتحة دي اللي هي فتحة الفم ويبقى عليها فك والفك ده يحمل الأسنان فاحنا بنقول في شعيبة الفقريات في فرتبراتا فيه السوبر كلاس الأولاني اللي هو الجناس استوماتا وفيه سوبر كلاس تاني نتكلم عليه الثاني اللي هو الاجناسة اللي خلاص اتكلمنا عليه وقلنا انه هو تبع اللي هي الاسماك اللي هي دائريات الفم ولونا اخدنا منها البترو مايزون النهاردة بنتكلم بقى مع الفكيات الوضع يتطور شوية والفم اصبح دائري غير دائري والفم اصبح في اسنان تحمل على الجوز او الفكوك النهاردة بنتكلم على طائفة الاسماك العظمية الاستيكثز او بسموها البوني فش الاسماك العظمية المقدمة في البداية بنقول ان الجلد به غدد مخطية الجلد اصبح فيه غدد مخطية ومغطى بقشور القشور دي اما تكون دائرية او مشطية عظمية طبعا لانها تبع الاسماك العظمية هزي القشور مغطى بطبقة من العاج والمينة زيها زي البلاكويد سكيلز اللي كانت موجودة في الاسماك الغدروفي النهاردة بنكلم على ايه ان الاسماك تحتوي اللي هي الاسماك العظمية تحتوي على قشور مختلفة وانواع من القشور ايه انواع القشور اما تكون قشور دائرية او قشور شوكية واثنين موجودين في اسماك العظمية زي سمكة البولتي او نوليتيكاس سمكة النوليتيكا القشور الثانية زي قشور جانودية ودي موجودة في سمكة البولي بيترس والقشور الثانية تكون كزمودية ودي موجودة في سمكة اللي هي البروتو بيترس او السمكة الرئوية اللي هي بسموها لانج فش لبنا عندي دائرية وشوكية في البولتي وعندي جانودية في البولي بيترس وكزمودية في البروتو بيترس طبعا فيه انواع تانية مختلفة من القشور بس طبعا مش موجودة في الاسماك العظمية مثلا لو بتتكلم على الهورن سكيلز الاسماء اللي هي الحراشيف القرانية ده موجودة في ربطايلز موجودة برضو على الارجل بتاعت الطيور طيب إزعانف مدعومة بأشعة زعنفية عظمية احنا قلنا خلاص احنا داخلنا في ان الاسماء كتطورت شوية بدلا ما كان هيكلها قدروفية اصبح هيكلها عظمية عشان كده دي اسماك عظمية فتحة الفم الطرفية غالبا وبها ايه اسنان وبها اسنان وحنا اتفقنا الاسنان الموجودة على الجو وبالتالي دي تبقى اسنان اسماك فكية الفكوك متطورة زي ما احنا قلنا دي اسماك فكية ومرتبطة بي مرتبطة بي الجنجمة والعيون متطورة وعادة ما يكون تكون ايه تكون ايه بتانك بدون جفون يعني مفيش جفنة يتحرك لاعلى او لاسفل في الاس فاه الاعلى العين زي الانسان مسلا كده احنا خلاص اتفقنا من ده مفيش فيه جفون الهيكل العظمي اللي هو بسموه الاسكيلثال سيستم طبعا لازم يكون عظمي لان اقول نخلاص ان احنا في الاسماك العظمية مكون بصره رئيسية من العظام الفقرات واضحة ومميزة طبعا الذيل نكلم على نقطة تانية ان الذيل بتاعت ايه الاسماك الموجودة عادة اما يكون متماثل او غير متماثل سموه متناظر او غير متناظر يعني الان لو عندي ايه زعنافة الزيلية بالشكل ده قطع واحدة مش متأسمة يبقى ده على طول يعني ذيل او زعنافة الزيلية متناظرة لان قطع واحدة يبقى ده همو سيركل سموه همو سيركل لكن لو انا جبت لقيت زعنافة الزيلية مثلا بالشكل ده قطعتين قد بعض بالشكل ده يبقى ده سموه الثنائية يبقى ده سموه ضايف سيركل يبقى همو سيركل او ضايف سيركل الاتنين معنى ده متناظر قطع واحدة أو ده غير متناظر والصناعية ده إما تكون يعني أدى بعضه بالشكل ده أو تكون مثلا زي ده كده جزء كبير كده وجزء صغير من تهل زي الدوكفش مثلا في الحالة دي بتبقى هتيرو سركن واتضح إن الأسماك اللي هي بتبقى غير متناظرة بيبقى حركة دفع الزيل للسامكها بتبقى أقوى وبالتالي بتبقى أسماك أسرع زي الموجود مثلا في سمك القرش تستمر أثار الحبل الزهري في أغلب الأحيان إحنا قلنا فيه فقرات لكن فيه أثار بضئيلة جدا في العمود الفقر الحبل الزهري بالنسبة للقلب فهو مكون من أربع حجرات خلاص بقى فيه تأسيم إن فيه أربع حجرات وقرات الدم الحمراء بيضوية ولها إيه أنوية طبعا الإنسان مثلا تعرف إنه ما فيش فيه أنوية هنا قرات دم بيضوية ولها إيه أنوية زي برضو الموجودة في الأمفيبيا وبتبقى محدبة في الإيه مثلا الكامل التنفس هنا بيتم بواسط أربع أزواج من الخاشيم على تحمل تحمل على أقواص خيشومية برضو الأقواص الخيشومية دي بتبقى إيه أقواص خيشومية هذا قصص أهو عظمي ويحمل طبعا إيه طبعتين من الصفاح الخيشومية بالشكل ده وهذه الطبقة التنية وإنها حياة الخلفية بتلاقي فيه جل أوراكرز أو أسنان خيشومية بتبقى من مادة الأسنان الخيشوم هنا مثل دوكفيش ولا زي البيترومايزون تفتح للخارج مباشرة لا دي الخيشوم دي بتفتح وتبقى مغطاها بغطاء خيشومي عظمي بسموه الأوباركولوم الأوباركولوم ده ده بميز برضو أسماك العظمية وبالتالي بتفتح فتحة واحدة لأن الغطى بغطي الخيشوم يوجد عادة أي مثانة هوائية بسموها مسانة العوم سويم بلادر سويم بلادر أو سعدي سموها مسانة العوم وطبعا دي لها دور مسانة العوم أو ممكن تتحول تبقى رئة وتطبعا تلاقي فيه سمكة البروتوبيترس بسموها البروتوبيترس بسموها لانها ممكن تنفس لواء الجو توجد الأزن داخلية فقط وطبعا الأزن داخلية بتساعد برضو في عملية التزان مع الخط الجانبي الدماغ البرين متصل بفصوص بصرية متطورة لأنه طبعا يعتمد على حسب برضو السمكة إذا كانت بيعتمد على زي دوكفش أو السمكة القرش بيعتمد على حسة الشم ويبقى الفص الشمي أكبر لكن الأزن داخلية تعتمد على حسة البصر لازم يكون فيها فعلا فصوص بصرية متطورة المخيخ برضو متطور ومتعرج وشكله مختلف برضو على حسب النوع الزمكة يخرج من الحبل من المخ أو الدماغ ده عشر أزواج من الأعصاب المخية احنا قلنا لو أنت عندك المخ بالشكل ده كده وخرج منه مجموعة من الأعصاب يبقى ده اسمه عصاب مخية لو خرج من الجزء ده لون الحبل الشوكي بدي أعصاب شوكي قلنا العصاب المخية دي أسمنا الحكتين في الأسماك والبرميات كان عددهم عشر أزواج في الزواحف الطيور والسديات كان عددهم 12 زواج بين عشر أزواج في الأسماك والبرميات في الزواحف الطيور والسديات 12 زواج من العصاب المخية cranial nervous الإخراج بوسط طبعا القلة خلاص بقى فيه تطور الجهاز الإخراجي المناسل الجونز وقلنا هنبقى هنا عادة بتبقى إيه زوجية والإخصاب دايما خارجي لأن طبعا بيحصل في الماء أو بتلي إخصاب خارجي external fertilization ليوجد في الزاكر عضو لعملية التزاوج الخارجي نوكلاسبرز زي اللي كان موجود في الدوج فيش يبقى ما فيش كلاسبر الكلاسبر مش موجود ده كان موجود بس في الدوج فيش يوجد طبعا الجهاز الخط الجانيب وده الجهاز طبعا زي ما احنا قلنا اللي هو بينفاديته عملية sensation أو الإحساس ويحس بيه الإتغارات اللي بتحصل فيه حول السمكة في المياه والزبزبات والتحركات والأموك والضغط درجة حرارة الجسم تعتبر على درجة حرارة البيئة الخارجية لأنها الأسماك زوايات الدم البارد بسموه بوكيلوثيرميك والإنسان طبعا بسموه زوايات الدم الحار لأنه هو هوموثيرميك يعني درجة حرارة سبتة بغض النظر عن وسط لكن الأسماك درجة حرارة جسمها بيختلف البيئة الموجودة فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا